الخبرة واللي عادنا عن روزة وتهجمها على وسامتك تباقي اليوتيوبر العرب فبالبداية وسام ننزل هذا الاستور على سبب الانستغرام اللي كتب بكلام مهم بالمختصر ما لتي يا حبايب انه وسامتك تشايف انه ميريد ينشر عن فلسطين انه شايف انه هذا شيء ما لفايدة بوجهت نظر انه هذا شيء ما لفايدة ابقى بسبب روزة فنزلت على سبب الانستغرام شوية استوريات شانت قاعدة تقول بها انه احنا شعور بالديني انه تشيل الفولا من حساب اي شخص ما قاعد ينشر القضية فلسطينية وانه هذا الموضوع غصب على كل يوتيوبر رازم ينزل على هذا الموضوع سواء اجابك وما اجابك لازم تنزل واذا تضايقت من الكلام اللي قالت فمعناها انت المقصود وصراحة ان ذي جاني الواقفة وسامتك تغلط وبالنسبة الوقت روزة غلط فبالنسبة انه انت ما تحكي على القضية فلسطينية لا بالعكس هذا الشيء مهم ولازم تحكي عليه لهذا الشيء الى فايدة ومو مال فايدة بالنسبة الوقت تكلم روزة اكيد غلط يعني بنهاية مكافك تجي تهجم على شخص ما ينشر على الموضوع لحالي صارتها انت بالسوشال ميديا نوعا ما الصراحة تبكشفها فيه اقولكم صغيرة اكو غباب الموضوع انه اي شخص نشر على القضية فلسطينية بالبداية وهو حاليا مسالم اما اي شخص الى ان ما ينشر على الموضوع فهو نوعا ما محتار بين شخصين واذا طلعوا حجة على الموضوع هم راح يتعرض للهجوم يقولون انت خايف من التهجم في هذا النشارت واذا هو ما نشر عن الموضوع سيسألون انفولوهم يقولون انت خايف تنشر عن الموضوع او تليش ما قاعد تنشر عن الموضوع من الهي يا حباب انا اشوف ان بهذا الموضوع لازم احد يتهجم على الثاني خلاص اللي يريد انشر ينشر ولم يريد انشر ينشر وهذا الشيء هو وضحة غيرتمر روامح سبب الانستجرام بهذا الستوري اللي هو بالبداية اساسا ما كان نشر عن الموضوع بعد ان نزل شوية اشتوريات عن فلسطين بعد ان نزل استوريك كل عبارة عن سبب من متابعين مالوتة اللي هو قسم الفوق الاشخاص اللي سببوا اللي هو قبل ما ينشر اساسا هذو الاستوريات عن فلسطين واللي جول الاشخاص اللي قاعد يسببوا بعد ما نشر فاكتبون احباب بالكومنتات شاركوا بهذا الموضوع من صارتنا ايوح صاريح شي كل ما صارت محسوبة عليه الخبر الثاني اللي عادنا على المملك المشاهير والمقطع الناري اللي نزل على القناة باليوتيوب اللي سوى بمقابلة واحد يوتيوبر الكبار اللي فضح نارين بيوتيوب وسام تيكيت و بيسان اسمائي وغير من اليوتيوبر رحطيكم رابط بالوصف من برحة الاسف ما قدرت انزلكم يا اتمنى من الكل يروح وشوفوا بعد نكتوب اللي بالكومنتات هل انصدمتم اللي شفتو او لا الخبر الثالث اللي عادنا عن ياسو ريدر واخيرا ردهم اذا كوا مشكلة بيناتهم او لا فريدر وياسو طلعوا واحد المقابلات على القناة الان من برحة تقريبا بالليل بالموذيع سألتهم اذا كوا مشكلة صارت بيناتكم او لا فردوا انه ما كوا مشكلة بيناتهم ولو انه كوا مشكلة حاليهم وما طلعوا على التلفزيون يعني بالمقتصر ماكوا اي مشكلة بيناتكم محطوكم الرد مالتهم شوفوا وطرح سؤال كمان في حلقة مبارح طيب الجايمر يقول سؤال لريدر شو مشكلتك مع ياسو؟ عندك مشكلة مع ياسو؟ مشكلة مع ياسو؟ مثلا مشكلة كبيرة او هيتش يعني هيتش شبيرة احنا نقول لا لا انشان ما كنا بنفس البدل نعمل تحدي يعني سألت تحدي اكيد صحيح اعكيد ما هم اصدقاء اليوم قاعدين يلعبوا معنا واحنا اشتغلنا انه الحلقة تكون جميلة بيموت جميلة عنهم اصدقاء واسفق لهم يا كوترول فاكتبوا يا حباب بالكومتات الشركة بالخبر اللي شفتو لش تتوقعون حاليا ما قاعدين نصوروا الريدر وياسو هل او كوا اسباب او لا الخبر الرابع اللي عادنا قد تهجم المتابعين على احمد حسن وزينب طبعا وش هم الا الان منشرو ايش عن القضية فلسطينية وقاعد ليصار حاليا ويعتبر هم اكبر يوتيوبر بمصر وبنسبة الوقت المتابعين كشفوهم اللي هم خافين اسم اقاض حي الشيخ جراح من الكومنتات اللي عادهم هاشتاغ اما بيس بديني لو ندخل على احمد 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 حسن وزينب ويكتب اقاضها حي الشيخ جراح من الكومنتات اللي عادوا بشتقهون السبب الخبر الخامس اللي عاد نعدها تهجم المتابعين على شيرين بيوتي شيرين نزلت على حسابها بالانستجرام وهذا البوست وكليشان بهذه الصورة فكل الكومنتات اللي جدتها قاعد يتهجمون عليه ان ان انت لان ليش ما نزلت اشي على فلسطين وان فلسطين بخطر ان انت قاعد يتنزلها حانيا صور اشياء فهذه الصور يا حباب قدامكم مثل ما قلت لكم شيرين نوعا ما هي ما هي ما نزلت اشي عن الموضوع ولا دعاة لله الفلسطين ولا شي فكتمنها بحكمتات هل يس حق تجم اتعرضت له او لا وبصراح يا حباب منها وصلت مقطع لتنسون المقابل اللي يسويتها باليوتيوبر تشبير كله اشتراحة كاميرات الوصف اتبالي لكله راح شوف المقطع ومنص دموم الكلام اللي قالوا بشاهكم في زي ما قلت منك للخصص ومع السلامة